دي كانت بالنسبة لك حاجة محبطة ان المدرب اللي لعبني في ماتش قدام مع الاهلي ميشي تاني يوم؟ انا قلت حظ محيش قلت ليه؟ قلت كده؟ لا بس دي بتوبة يعني نصيب كل حاجة يعني قدر ومكتوب فأنا ما بقولش كده بقوله ان هو الحمد لله ده نصيبي كده كده هاخده سواه مع مستر فيلر او مع اي حد تاني بس انا كده كده اصلا انا قلت عارف ان انا مشاركيته هتوبة قلق يلا فكنت كان هدفي ان انا اطلق اعارة بس كنت بحاول ان انا اطلق اعارة في المرحلة دي تحديدا انت كنت عامل حسابك انك تطلع اعارة لانك كنت عارف ان الدايق مش هتبقى كتيرة كان صحب اه كان كمان كابت ان كان فيه علي معلول ووحيد وايمن اشرف وكمان لما كان اطلق اصابه كانت ساعات بيلعب احمد فاتح كان فاتح بيلعب بكليفت صح كان بيلعب بكليفت فانا على قصة ما كنتش عارف ان اقليه في الدرجة الاولى فيه اربعة فوق اه انا كنت بسأل نفسي بس هما كان بقولولي احنا عاوزينك معنا تمام ما يبت بالغرض منها انك تعيش الاجواء تندمج تدريجيا يعني صح؟ اه بس انا كنت بانزل لعب متشاط تحت بطلعت مرة من فوق بقى اه مفهوم فكنت خلاص شايف نفسك انك عايز بقى تروح لفترة اعارة او تبدأ تلعب في فريق اول في اي نادي تاني لكن فضلت مع موسيماني شوية برضو اول ما وصل موسيماني اه برضو من جالي كذا عرض وما كانش برضو موافقين في النادي بس انا رحت كلمت وقلت له ان انا لازم اطلع وعايز اشارك وكده فهو ساعتها كان مبسوط مني يعني قال لا انا مبسوط بتفكيرك ده ان انت عاوز تطلع وتشارك اه فلما جالي لعرض وروحت له تاني قال لا انا موافق انك تطلع وفضل بقى اشرح لي حاجات كده على الصبورة كان طالبها مني يعني اه قال لي دايما عايزك تبه زي معلول كده قدام اه في الهجوم على طول وتنفذ يعني الحاجات اللي احنا بنعملها هنا قلت له ان شاء الله كانت ايه اللي بيكتبه لك على الصبورة بيشرح لك ايه بالضبط الحركات معلول معلول بيتحرك ازاي لازم تبه كده لازم تكمل في كل كورة ترجع على طول كلام من ده معلول نفسه كان بيديك نصايح اه طبعا كان بيقولك ايه المعلول كان بيقولي دايما في الوفرات وكده يعني حاجات قولي ادخل في الكورة ما تلعباش من بعيد اه حاجات زي كده ما تستعجلش واحدة واحدة كان دايما نظر معي يقولي انت اللي بعدي ما تقلقش مش عاربية كان بيقولك انت اللي بعدي شوف رغم ان كان فيك تلاتة قبليك بس كان بيقولك انت اللي بعدي وحصل انك بعدها الاهلي وافق على اول رحلة خارجية ليه كانت سموحك كانت نسموحك مش كده بس قبل سموحك كان فيه انديه تانية عايزك انا كان جالي اصلا يعني في 2017 اه انا عندي 16 سنة كان جالي الاسيوطي مع كابتنا علي ماهر اه قبل فيرامنزو كده بس انا كنت ساعتها رئيسة راجع من كسر اه كانت الدنيا صعبة والنادي وقتها ما وافقش ايه ما وافقش ان انا اطلع مع ان انا حاولت كتير بس وقتها ما وافقش ايه بس فاكملت بقى في النشئين يعني جبت نفس تاني وبعدين روحت انادي روحت تسموحك بقى مع كابتن احمد سامي مع كابتن احمد سامي تناحمد سامي بيتبصله برضو بصت انه احد مكتشفي محمد شكري يعني احد الناس اللي قدمت محمد شكري للكورة المصرية ايه دوره معك في تجربة سموحك كابتن احمد سامي احسن حاجة فيه ثقة اللي بيدها للعيب اه يعني بقوله العب ما تقلقش اغلط وانا في ظهرك هنصلح مع بعض عادي فديك هتمديني ثقة ان انا علعب براحت في الملعب حتى اول ما شاركت معاه اول ماتش لعبت وكنت اعتبر من احسن نصف الماتش هو قال لي بعد كده بس كان فيه ثوق حاص دوقتها جالي كسر تاري برضو في رجل في الماتش ده في اول ماتش؟ كان ثاني ماتش من ما اسموها على طوال اه الصعب الشازية اه الشازية دي كمان دي مزعجة جدا مزعجة اه يعني بتوجع وعلاجها صعب وتأهلها صعب صح؟ ده مرتين مرة انا في الناشئين في القلي اه في رجل اليمين اه المرة التانية في اسموها في رجل الشمال دي في رجلك الشمال اللي كانت في اسموها اه عامل عمليتين في الاتنية ما عليش سلامات تزايل فل دلوقت اه الحق